مرحبا انا دكتور سلامة باركوب الكساسي المعالجة التحفظية ونحكي اليوم عن قصة اللذة بداية احنا ليش نلجأ لقصة اللذة نلجأ لقصة اللذة الاكتر من سبب السبب الاول من ناحية جمالية مرات الاسنان بتكون الظاهرة حجمها صغير او احنا منفكر انه هو صغير بس بكون المشكلة انه اللذة بانه نامية بطريقة اكبر من حجمها الطبيعي والاشي الثاني ممكن يكون فيه التهاب اللذة او اللذة منتفخة فمنلاقي ان الحل الامثل ان نقص هذا الجزء المريض من اللذة اما كيف الطريقة اللي نقص فيها اللذة في اكتر من طريقة او وسيلة اول اشي او احدث اشي هلا شائع اللي هو قص اللذة بالليزر بيجي بعدها كوي اللذة والاشي الثالث جراحيا باستخدام شفرة طبية طبعا كل واحدة منهم لها ايجابياتها وسلبياتها وبرضو الالم اللي بصير بعد او الالتئام برضو بيتمد على كل طريقة واهم اشي بهاي العملية انه يقوم شخص مختص بهذا الاجراء لانه ممكن مرات نضطر انه نقوم بازالة جزء بسيط من العظم مشان انه نضمن انه اللذة ما ترجع تبني في حالة انه احنا عملنا هذا الاجراء مشان ناحية جمالية بالنهاية نصيحتي لكم ديروا باركم عسلانكم وتفرشوهم و سلامتكم وذي وذي شيء من كل شيء اشتركوا في القناة